السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد واقتراح اليوم بريوش كيجي رائع شكلا ومداقا كيجيب ولا ارواع سهل وخفيف وكيوجد بسرعة اكيد ان شاء الله غدينا الاعجاب ديالكم واللي معتمد عندكم معليكم الا تتابعوا الفيديو من الاول تل الاخير وماتبخلوش علي باللايكات ديالكم وندوزوا مباشرة المقادير مع طريقة التحضير نحتاج هنا 500 جرام ديال القيق الابيض معها الملح معها الخميرة ديال الخبز هنا ديال الخميرة المعجونة اللي كتكون ديال الخبز وكذلك نحتاج ملعقة ديال الزبدة تكون كبيرة بالنسبة ل 500 جرام ديال القيق بالعبار ديال كاس العنبة خمسة ديال كؤوس عامرين ديال العنبة غدي نضيف كذلك 4 كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر سانيدة ساشيا ديال الفاني اللي بغي ديال نص ديال الكمية ممكن يقسم هاد المكونات كلهم على جوج ويدين نص الكمية ديال هاد المقادير او هاد المكونات اه غندير كذلك كاسين ديال الحليب يكون دافي ضروري الحليب يكون دافي حينت العجينة احنا غن نحتاجوه انها تختامر وغادي نبدأ نعجين هاد المكونات تدريجيا نبدأ ندخل هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كنساجمو وكنكون واحد العجينة اللي خصت تكون رطبة ايلا ما كفونيش هادوك الكونات ديال الحليب راه تقدرو تعودو بالماء اللي ما عندوش الحليب السائل فهاد اللحظة مثلا إلك انتو غا تخدموهم ممكن تعودوهم بالحليب غبره ووالما تخلطوهم مع بعضياتهم وتعجنو بهم غادي نعجين لعجينة مزيان حتى كي يقولي العجينة رطبة وف نفس الوقت تكون العجينة ما بين وبين ماشي خفيفة بزاف وما تكونش كدلي كخاسحة نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها وعاد المكان دافي حتى تختامر وضاعف الحجم ديالها وندوز باش نكمل معاكم التاتيمة ديال الوصفة من بعد ما اختامرت العجينة والضاعف الحجم ديالها غادي نحيد من هدك الهوالي فيها ومباشرة غادي نحطها في البلاسة اللي غادي نخدم فيها وغادي نقسم العجينة للكويرات ونسبة للحجم ديال هاد البريوش نتوم اللي كتتحكموا فيه إلا بغيتوا البريوش كبير أو اللي صغير نتوم اللي كتتحكموا في الحجم دياله المهم انكم كتحاولوا تديروا هاد الكويرات تقريبا متساويين أنا راني معبرتهمش يعني ما كيلاش غادي نعبرهم بالميزان إلا إلا كانت سيدا عندها محل أو لشي حاجة وبغا تبيعهم يعني ضروري كتبقي قياس واحد أما إلا كنتي غيل الدار تحاولي أنك يتخدمي عينك ميزانك وغا ناخد هنا الشوكولات ديال الدهن أولا سوس ديال الشوكولات اللي غا نستعمل أنا درتكاز ديال الحليب مع ملعقة ديال السكر سانيدا مع ملعقة صغيرة ديال الكاكاو والبودرة الكريم باتيسيار را خليت لكم صورة ديالها في جنب لا فيديو في الجنب هادك هو الكريم باتيسيار بننكها ديال الشوكولات سوف نحطهم فوق النار حتى كي يغلاو ومن بعد سوف نخليهم حتى كي يبردو ونبدأ نعمر بهم هاد البريوش اللي ما بغاش ممكن يستعمل غير شوكولات ديال الدهن ويكون كافي وكي يجيل ديت كذلك في الماضاق سوف نأخذ هنا العجينة ونبدأ نسرحها كيف مما كتشوفه على شكل طولي ونبدأ ندير هادك السوس على شكل طولي حتى هو باش كي يجي في البريوش كامل ماشي يجينب كي يجي فيها السوس أوجن بالله ونبقى نستمره بنفس طريقة حتى نكمل هاد كمية كلها اللي عندي وإلا كان عندكم سطح العمل كبير ممكن أنكم تطلقوا العجينة مرة وحدا وكتبدو وكتعمروها باش كتفرقوا السوس فيها وكتجيكم هاد الخدمة اسهل بطبيعة الحال بالنسبة للسوس الشوكولة اللي ما عندوش الكريم باتيسيار بالنك هاد الشوكولات ممكن يدير المايزينة ويدي الكاكاو ويزيد قيطع دير الشوكولات مع الحليب ويكونوا حد السوس اللي تكون شوية عاقدة باش ما كتسيحش لكم في الفران وبالنسبة لهاد البريوش ماللي تكونوا كتسدوه وحاولوا أنكم تسدوه مزيان مزيان إلا ما سديتوش هالبنات مزيان راح كي يسيح لكم الاسوس داخل هاد البريوش وكيتروه اللي كي ترون لكم في السطح حاولوا انكم تسدوه من الجوانب مزيان مزيان هنا ما كانش متوفر عندي فهاد اللحظة ورق الزبدة دارت طعوه مباشرة غير ذهندها بالزيت خليت هاد البريوش تختمر وضاعف الحجم دياله ومباشرة خديت صفار اولا بيضة كاملة دارت هنا بيضة كاملة دارتها مع شوية ديال نيس كافي اولا قهوة سريعة دوابان كذلك مع شوية ديال الماء ممكن تديرو الحليب اولا الخل باش كتحيدو ذاك الزفار ديال البيض وغادي رش هنا بالكوكو يفيلي كيف ما كتشوفو ممكن تديرو زنجلان اولا كونكاسي اللي بغيتو وكتدخلو الفران يكون سخون مزيان الفران ضارو ريالبنات الفران يكون سخون مزيان باش هاد البريوش كينتافخو في نفس الوقت كي طيب زوين من الداخل من اللي يدخلو هاد البريوش غير كتنقصو عليه العافية باش كتخلوه طيب مزيان على خاطره من الداخل باش مكيتخطفش ليكم يعني ويتحمر ويبقى معجن من الداخل مباشرة من بعد ما خرجو خليتو حتى كيبرد شوية يعني ما تديروش هاد الخطوة ديال السكر غلاسي من الفوق إلا إلا ما برد البريوش أو اللدفة إلا درتوه البريوش باقي سخونة لها غايدو بليكم السكر غلاسي وما كيبقاش المنده ديالو زوين هنا غناخد شوية ديال الشوكولات او اللي صوف الشوكولات اللي تبقى ليا او اللي ديرو الشوكولات الاسود دوبو وكتديروهم الفوق اللي ما كيبغي الشوكولات يعمر بي هاد البريوش من الداخل ممكن يعودو بالكريم باتيسيار مثلا من النكها ديال الفاني او اللي من النكها ديال الحامض كذلك ممكن يعمروا من الداخل بالمربا ديال الفريز او اللي ديال مشماش كيجي كذلك اكتر من رائح كان هدا هو الشكل ديالو من بعد مما كملت هاد الكيمية كلها غنخليهم حتى كي نشوفو من الفوق شوية ومن بعد غادي نشارك معاكم الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي كيجي خفيف ولا اروع كيجي ناجح ان شاء الله تعتامدوه وكيوجد بسرعة وهالطريقة ديال اللف ديالو او اللوي ديال هاد البريوش كيجي سوس شوكولة في الجوانب كاملين غنشارك معاكم الشكل ديالو من الداخل باش تشوفو المصداقية ديال الوصفة كيف ما عودتكم دائما هدا هو الشكل ديالو كيجي ولا اروع المضاق ديال هاد السوس كذلك البريوش خفيف وكيدو معاكم فين ما بغيتوه تحطوه في تلاجة وقت اللي بغيتوه كتسخنوه كيرجع بحالي الله طيب تيه اول مرة اه كيجي اكتر من رائع في الصراحة اه جربوه ما غديش ندمو عليه الى عجباتكم الوصفة وصلتوا تل هنا في الفيديو ما تبخلوش علي باللايك ديالكم هادك اللايك هي اللي كتحفز الفيديو كتخليه يزيد القدام كذلك بارتاجوا مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي انضموا لي القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات ومن هنا كنقول لكم دائما مع الوصفات السهلة الاقتصادية والمبسطة كنقول لكم الى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله شكرا لكم اشتركوا في القناة